تشاهدون هذا الخليط الأخضر اللون؟ هذا أقوى سماد يقوي نبتتك وهذا أقوى مبيض حشري وفطري يقضي على أغلب أمراض النبات تريدون معرفة ثمن في السوق؟ هذا أصدقائي مجاني وبدون أن تدفع أي قرش وبدون أن تشتري المبيضات والأسمدة الكيميائية إذن ما هو هذا المحلول الغريب؟ ببساطة هذا المحلول ناتج عن نقع نبتة القريس أو القراص أو الحريقة في الماء نبتة القريس الآن نجدها في كل مكان لأنها تنم بريا وعشوائيا فلماذا لا نستفيد منها؟ خاصة وأنها فعالة لدرجة لا تتصور إذن بدون إطالة إذا أردتها كمبيض حشري وفطري نجمع تقريبا نصف كيلوغرام من القراص ولا تنسى ارتداء القفازات لنتجنب لسعتها ننقع النصف كيلوغرام في 5 لتر ماء هذا معدل الخلط ولا يحتاج بعد ذلك لتخفيف نتركه 4 أيام مع التحريك يوميا بعد مرور 4 أيام نصفي الخليط ونرش النبات المصاب مرة كل 3 أيام حتى زوال الإصابة وهو طارد طبيعي للحشرات والفطريات والطحالب بفعالية ويعزز الدفاعات الطبيعية للنبات يمكنك استعماله حتى لو لم تكن النبتة مصابة أما إذا أردت استعماله كسماد يقوي نبتتك فنأخذ نفس المقدار يعني نصف كيلوغرام من القراص مع 5 لتر ماء لكن الفرق هذه المرة هو مدة النقع يجب أن نتركه لمدة 15 يوما يعني سنتركه لمدة أطول لكن هذه المرة سنخففه بإضافة 5 لتر ماء بعد ذلك نصفيه ونستعمله لنباتاتنا سقيا للتربة أو رشا للأوراق نستعمله مرة كل 15 يوما لكل النباتات بدون استثناء داخلية خارجية أشجار شجيرات خضروات فاكهة نباتات زينة وغيرها هذا المحلول سيقوي النبتة ويحفزها على النمو وهو غني بالنيتروجين والمعادن والفيطامينات والعناصر الصغرى التي يحتاجها النبات ملحوظة مهمة هنا أصدقائي نقع القرس أو القرس لمدة طويلة مع إغلاق الوعى الذي ننقع فيه يمكن أن يؤدي لروائح كريهة لذلك حركه يوميا ولا تغلقه بالكامل فعال أكثر كسماد في حال أردنا تقوية المجموع الخضري والأوراق لأي نبتة لغناه بالنيتروجين مخصب قوي للتربة ومنشط لحركة ديدان الأرض المفيدة إذا كنت تعاني من المن جرب هذا المحلول وتذكرني إذا أردت أن تضيف الفلفل الحار للقرس فسيكون جد جد فعال إذن أصدقائي كما لاحظتم مبيض وسماد قوي فعال ومجاني فلماذا كما قلت لماذا لا نستغر له ونعالج ونقوي به نباتاتنا ولكي تتوصل بالمزيد من المعلومات المهمة حول العناية بنباتات الزينة لا تنسوا دعمنا والاشتراك في قناة بطرة سؤال الحلقة ماذا يسمى القرس في بلدك تقبلوا تحيات أخوكم توفيق دمتم بخير إلى اللقاء